عندما يجب أن أتكلم عن نيوكريل مادسين لازم الأول أن نفعله نيوكريل مادسين هو باسيكلي البروستس بتاعت السكاني نحن نسكان very small amounts of radioactive materials بنسميها راديو تريسر ودي بتباع بحقنا في الوريد عند البيشن الحقيقة الاجين دوت او راديو تريسر دوت هو بيبقى specific لأورجن معين يعني بيبقى له مثلا أورجن معين بيبقى خاص بيه بيبقى بيبقى likely ان هو يتواجد فيه ويأكوميليت فيه ونقدر نصوره بعد كده بتركيز عالي في الأورجن ده والحقيقة how much او how rapidly الابتيك ده بيحصل يعني الأورجن ده بيمتصل الاجين دوت بريت اد ايه وبكمية اد ايه ده بيحدد لنا اذا كان الأورجن دوت healthy ولا في عنده مشكلة في عنده ابنورماليتي اوكي نيوكريل مادسين عموما ممكن احنا نتكلم على كذا موداليتي في موجودة تحت الامبوريلا بتاعت نيوكريل مادسين اول نوع اللي احنا نتكلم عليه النهاردة في المحاضرة اساسا يعني هو جوزء بالاع البلينر سنتيجرفي اللي هو معتمد على جعمة كاميرا وبحقن زي ما كنت بقول كده ايجنت وبصور بس مجرد بروجيكشن ايميج كده للايه للبيشنت اللي هو خد الايجنت دوت وممكن بعد كده نستعمل بقى بعض الحاجات اللي فيها كومبيوتر توموغرافي زي السنجل بوترون ايميشن كومبيوتر توموغرافي اللي هو الاسباكت وفي البوزيترون ايميشن توموغرافي اللي هو البيت الاسباكت والبيت طبعا ممكن نتكلم عليه في المحاضرة تانية بس يعني هما الاتنين يقعوا برضو تحت الامبوريلا بتاع نيوكريل مادسين لو احنا قررنا بقى الصور بتاعت نيوكريل مادسين بالصور بتاعت الاضر ايميجيج مداليتز اوكي زي مثلا لو قررناها مثلا بالسي تي او بالامبور اي او بالالتراساوند هنلاقي عمتا ان احنا عندنا في النيوكريل مادسين ايميجيز هنلاقي ان السيجن ترونيز ريشو الحقيقة سيئة جدا اوكي سيئة جدا 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 اوكي الاسباشل ريزولوشن يعني في غاية السوق مش مش سيئة بس في غاية السوق بنكلم على الريزولوشن بتاعتنا من خمسة لعشرة مليميتر نتكلم على حاجات تانية يعني بعض الموديلتز الامور اي بنتكلم على الرينج بتاع مثلا يعني هندرد مايكرونز مثلا على حاجة فبنتكلم على حاجة فارق جامد جدا في الريزولوشن يعني في الريزولوشن في الصورة الحاجة الثالثة في الريزولوشن يعني عشان اقوائر الصورة بتاخد مني وقت اوكي ففي صعوبة جديدة ان اعمل ديناميك ايميجيز مثلا عشان اشوف حاجة مع الوقت في وقت قصير او حاجة بتتحرك بصورة او مقدرش ان اعمل لها بيكينج اوب بالنيوكريل مادسين موداليتز الحقيقة الحاجة بقى الاساسية اللي هي بتبقى مهمة جدا من نسبالنا اللي هي الميزة بقى بتبقى انكلم على المزايا ان هي اكستريملي هاي سنستيفيتي يعني يعني لو في عندي بكلم عن نانو جرامز او في الايجنت اللي انا حطيته دوت هقدر عمل لها فدي دي حاجة من الحاجات الاساسية جدا ان انا ممكن ابيك اوب بيري سمول امونتز من الايجنت دوت فممكن ان انا اصور حاجات ببيري هاي سنستيفيتي الحاجة التانية برضو مهمة جدا 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 انها بيري هايلي سبيسيفيك يعني ايه سبيسيفيك يعني دلوقتي هل انا لما بصور الحاجة اللي طلعلي في الصورة دي ممكن تبقى طلعلي من الايجنت اللي انا حقنته ده ولا حاجة موجودة يعني بشكل طبيعي في الجسم الحقيقة هنلاقي ان احنا عندنا الايجنت اللي احنا بنحطها دي ما بيبقاش في اي حاجة زيها خالص في جسم الانسان يعني عندنا بيسيكلي ممكن نحط كده من كده لو انا صورت الجسم الانسان من غير ما يكون في حقن الاي ايجنت مش اطلعلي صورة اطلعلي صورة كلها سودة فمعنى كده انه هو بيري سبيسيفيك يعني بمعنى انه هو يعني لما بصور حاجة ببعارف ان هي جيالي بالتأكيد من الايجنت اللي انا حقنه مش جيالي من حتة تانية والحاجة التانية بقى ان هي طبعا بتبقى functional imaging modality يعني هي بتصورلي function مش بتصورلي anatomy بمعنى ان انا دلوقتي لما بشوف الصورة في الورجن اللي انا ببقى interested فيه الجزء اللي بيبقى بيعمل picking up للاجنت او radio tracer بكمية كبيرة وفي وقته قصير بعتبر انه هو normal الجزء اللي ما بيعملش بيبقى abnormal abnormal من ناحية functionality اوكي فدلوقتي انا يعني يعني دي ميزة كبيرة جدا انا بقدر اصور function مش بصور بس anatomy لو احنا بنتكلم بقى على ال operation بتاع نيوكلان medicine بكلم على عموم بكلم كل كل كلام هتكلمه من دلوقتي غاية اخر محاضرة هتكلم على synthography اوكي بيبقى فيها عندنا radio tracer injected into the patient بيطلع لنا منه gamma rays بنكلم على range مثلا في حدود 140 كيلو electron volts هنتكلم على الاختيار بتاعنا بالنسبة لل gamma rays دي بيبقى يعني على اساس اي بعد شوية الكلام ده بعد كده بيخشي على حاجة اسمها scintillation crystal scintillation crystal دي موجودة في detector بتاعي gamma camera بتاعي بيحول لي gamma rays اللي موجودة دي بيعمل لي يعني conversion لها light photons يعني كل photons من اللي هم ما المية وربين كيلو الكترون فولس دي يطلع لعدد كبير من الفوتونز الوافلنز بتاعهم فور فففتين نانوميترز اوكي فيبقى معنا كده ان الوقت يخدت يعني فوتونز بفري هاي انرجي حولتهم للايت فوتونز اوكي بعد كده باخد لايت فوتونز دي بستعمل فوتو متلبلاير تيوب كامبليفاير بياخد كل فوتون من دول يطلع لقصاده تريبا ممكن يوصل لغاية مليون فوتون بعد كده باخد الكلام ده بقى وابتدي اعمله يعني اشوف كل فوتو من دول جايلي منين يعني طبعا بيعندي كريستالز كتيرا وكل واحدة فين بيقال لها الفوتو متلبقى تيوب بتاعتها كل واحدة من الكريستالز دي باشوف بقى الكلام ده في الاخر ممكن احطه فين في الصورة اوكي وفي الاخر بريكونستركت الصورة بتاعتي واحطها في ايه على الديسبلاي بتاعي اللي انا بطلعه من الايه من الجاما كاميرا اوكي هنتكلم على كل واحدة من السابس دي في التفاصيل اللي احنا هتكلم عليها بعد شوية في الاول خالص لازم احنا نتفق على المفاهيم الاساسية اللي احنا بنعتمد عليها في الايه في الاناليسس بتاع الجاما كاميرا الراديو اكتيفتي عموما بتبقى ايما على وجود حاجة اسمه ريديو اكتب ايزوتوبس ريديو اكتب ايزوتوبس دي بتبقى عبارة عن نزائر لبعض الاناصر اللي موجودة في الطبيعة بس ما هياش ستيبل يعني ممكن بعد شوية تحصلها ديسانتغريشن بينها تطلع سبونتانيوس مثلا فوتون او حاجة سيه كذا بحيث ان هي توصل في الاخر للستضيط بتاعت او توصل على جرون استيب بتاعت اوكي فradioactive isotope is one in which which undergoes a spontaneous change in the composition of the nucleus with the composition دوت او change of composition دا بنسمي disintegration فدا بيتحول من element تاني وفي الوقت نفسه ممكن يطلع لي photon او يطلع لي electron او يطلع لي whatever بقى يعني alpha ray او gamma ray او حاجات دي كلها او beta ray حاجات دي كلها بيبقى حسب الdisintegration دا بيحصل ازاي بيتحول في الاخر راديو اكتف ايزوتوب دا يوصل لground state ممكن هو يتغير عنصر نفسه ممكن هو يبقى نفس العنصر بس ايه بس يبقى في ground state بتاعه عمتا التغيير اللي بيحصل دوت بيتناسب مع الحاجة نفسها يعني بتكلم على ان dn by dt يعني لو انا عندي مثلا عدد من الاتومز بتاعت الراديو ايزوتوب دا راديو اكتف ايزوتوب دوت عددهم n يعني ان العدد اللي بيحصله disintegration pair time بيتناسب مع العدد نفسه يعني هو نسبة ثابتة من العدد اوكي فمعنى كده لو احنا فاكرين الموديل دوت كان بيدينا الموديل بتاع الاسبونيش ديكي لحنا خدنا في شابتر 2 في الفيزيكس اوكي فمعنى كده نحن في الاخرى ادرا حط الديكم بزيشن دا او disintegration process دي احطاها نهيه تبقى exponential decay process عبر عن n of t بتسوي n of 0 في e to the minus lambda of t والlambda دي تبقى ايه ديكي constant بتاعه اوكي وعما تان راديو اكتف تبقى 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 فنقدر نماب number of disintegrations لكيوريز او كيوريز number of disintegrations بناء على الفاكتور دوت لما بكلم برضو على exponential decay برضو خدنا في الجزء بتاع exponential growth و decay اللي كان في chapter 2 في الفيزيكس ان احنا عندنا حاجة بنسميها half lifetime. الhalf lifetime هو time required for the curve اللي هو exponential decay curve ده ان هو ويوصل للنص يعني لو انا فرضى مبتدي هنا الكيرف بتاعي بن نوت يبقى الhalf lifetime بتاعي ان انا اشوف انا امتى هنزله بقى n over 2 اوصى من n نوت لn over 2 وهلاقي الحقيقة من the characteristics of exponential decay curve ان دوت هو نفس الtime ده هو نفس الtime اللي انا هاخده بعد كده عشان ننزل من n over 2 لغاية n over 4 يعني كل ما بنزل بفاكتور of 2 هو نفس الوقت هو هو يعني دي half lifetime وطي دي half lifetime برضو half lifetime لو انا نزلت ال n over 8 هيبقى برضو عندي هنا يعني لو انا فرضى كنت بدي مسلا سؤال لو انا دلوقتي عدى ثلاثة half lifetime يعني ثلاثة من دوت اللي هيبقى فضل لي كان لو فرضى بتريد بn نوت اول واحدة هتنزل من n نوت لn نوت على 2 تاني واحدة من n نوت على 2 لn نوت على 4 تالت واحدة من n نوت على 4 لn نوت على 8 يعني كل مره بقسم على 2 يعني بعد كل one half lifetime العدد اللي فضلين عندي عدد ال amount of radio tracer اللي موجود عندي فضله بتقل بمقدار النص نشوف بداية امتة بداية بتاعتي كانت كام واقسمها على 2 في عندنا في فرق بين حاجتين في حاجة اسمها تا one half بس كده وفي حاجة اسمها biological half lifetime يعني T one half bio الحقيقة في عندنا احنا كنا برنا شوفنا ان في عندنا بعض الحالات في عندنا multiple decay baths يعني في عندنا كذا طريقة يحصل بهم decay فاحنا ممكن اتخيل ان احنا في جسم الانسان ممكن ريديو تريسر ده يبقى excreted مثلا من خلال urinary system مثلا او حاجة فيطلع من الجسم خالص يطلع من الدم وما يروحش اصلا ال organ المفهود يروح له او ممكن هو يمتصب organs ثانية يعني بشكل اقل شوية فالنقطة ان فيه طرق ممكن هو ي decay بيها او يخرج من الجسم فيها ما يبقاش موجود في الصورة بتاعتي لاسباب ما لهاش علاقة خالص بالايه بالdisintegration اللي بتحصل له فعشان كده احنا بنسمى التوان هاف بايو دوت هو عبارة عن الوقت اللي فيه ريديو تريسر يعني يفضل في الجسم لغاية لما يبقى نصه لغاية لما يوصل للنص فده بيبقى عبارة عن decay pass تاني فبنلاقي ان ال effective half lifetime بقى اللي هو بنستعمله في التصوير هو عبارة عن combination من الاثنين effective half lifetime عبارة عن ان انا باخد اكني باخد الاثنين parallele بعض يعني واحد على tau 2 واحد على tau 1 half ذا 1 على tau 1 half bio ده بيساوي واحد على tau 1 half اللي هي effective او بمعنى صح بعملها اكني عندي parallele resistors كدا بيبقى عندي tau 1 half فtau 1 half bio على tau 1 half زاعد tau 1 half bio اكني عندي tau 1 half والتاو 1 half bio اللي اتنين يكونهم parallele resistors بتساوي كم. ففعليا هو ده اللي يهمنا لان هو ده اللي احنا هنشوفه فعليا. هو ده اللي بيقول لي بعد وقت معين ايه اللي هيحصل? يعني ايه اللي هيبقى موجود عندي فعليا? اوكي? او عادة طبعا هافل اللي هو ده هيبقى اقل من اقل الوهدة فيه. اوكي? فدي حاجة مهمة جدا احنا يبقى عارفينها. طبعا لو انا عندي ريديو اكتف تريسر. او موجود عندي بره. موجود في الجسم. يبقى معنا كيه الطوان هاف اللي هي الاولنية خالص. اللي هي الطوان هاف بس. هي دي اللي بتشتغل. لو هو جوع الجسم لازم يبقى اواخد في اعتباري الكلام ده. الكلام ده مهم في ايه بقى? ممكن في التصوير ما يبقاش مهمة قوي. بس مهمة جدا بعد التصوير. لان بعد كده احنا البيشن بتاعنا ده احنا حطنا له او حقناه براديو اكتف تريسر. طب دلوقتي بعد ما خلصنا التصوير هل هندر نشيله? للاسف ما ندراش نشيله. لازم بقى عارفين الطوان هاف بايو ده بيساوي كام? علشان ابقى عارف ان انا كده بعد ما البيشن ده يخرج من القوضة بتاعت التصوير. اه مفروض يفضل فترة قد ايه? يعني يعني بعيدة عن الناس عشان ما هيئزهمش بالرديوشن يطلع منه. او هو نفسه هيتأثر بفترة قد ايه فيها رديوشن موجود عنده في جسمه. من طبعا كل مكان الوقت ده كل مكان اقل الوقت اللي هو طبعا هاف افكتيف كل مكان طبعا بالنسبة لي افضل عشان ما خدش وقت طويل بعد التصوير يبقى فيه رديو اكتيفتي موجودة في البيشن وتأثر عليه وعلى الناس اللي بيتحركوا حواليه من غير ما يكون في اي ضرورة كده. طيب لو احنا حبينا ناخد مثال الريديو اكتيفتي هناخد مثال ان احنا عندنا. في عندنا تو بيشن. الاثنين راحوا عشان يعملوا ميكرا مادسين سكان. واحد فيهم خد دوز او ريديو تريسر اي. والتاني خد ريديو تريسر بي. الهاف لايف بتاع ايه. هاف لايف تايم بتاع ايه. ستة ساعات والتاني كان 24 ساعة. لو انا فرضا احطيت دوز او كمية من الريديو تريسر اي دوت. تلات اضعاف الكمية بتاعت بي. اوكي. والبيولوجيكال هاف لايف او بي. يعني زي ما اقول كده بيولوجيكال هي تاوان هاف بايو كان ستة واثناشر ساعة. اوكي. انا عايز اعرف ات وات تايم ايه الريديو اكتيفتي في بادي. the same for the two patients. طبعا انا عندي هنا في الاول خالص انا عندي الهاف لايف الاساسي بتاعي اللي هو تاوان هاف. وعندي هنا هاف اللي هو تاوان هاف اللي هو بايو. انا ممكن من هنا لانا عملي ايه؟ ان انا كتشر بالظبط الايفكتيف بتاوان هاف بتساوي كم? اوكي. ونفس الكلام برضو الايفكتيف اوان هاف بتساوي كم? بالنسبة للBe من التاوان هاف وتاوان هاف واو بايو. اوكي وعندي الاكويجون بتاعتي بق اي ان عندي بسيكال من الاكويجون أن شايف•ها من شوية ان عندي 2009 اضعاف كمية في e to the minus 3 lambda a أو tau t في lambda a لوى الـ time بتاعي في lambda a بيساوي e to the minus t في lambda b طبعا انا بتكلم هنا ان عندي انا مش عارف طبعا هما الاتنين بتادوا بالزبط بكام بس عارف ان واحدة فيهم ثلاث اضعاف التانية فاعتبرني دي ثلاثة n نوت ودي n نوت فمعنا كده n نوت من هنا تتشلمع n نوت من هنا اللامضة a نفسها بقى جيبها منين اللامضة a بيسيكلي بجيبها من الـ effective tau and half اللي انا كنت اصحيحها من شوية دي علاقتها بي اللامضة هي العلاقة دي tau and half بتساوي lan 2 على لمضة اوكي من الحاجات اللي احنا كنا شوفناها برضو في جزء بتاع الـ exponential decay فحط هنا tau and half اللي هي total بقى اللي هي effective بتاعة a وبتاعة b وحسبناها لمضة a ولمضة b وحطهم في الـ equation دي وحسب بقى t اللي عندها الاتنين دول بيساوي بعض بتساوي كان اوكي فبالشكل ده انا جدت time at which الـ two radio activities بيوصلوا لنفس الـ level بالضبط دلوقتي لما اجي بقى علشان اختار radio tracer ايه المواصفات بتاع الـ idea radio tracer اللي انا مفروض استعمله في الـ application بتاعني اول حاجة مهمة جدا ان الـ radio tracer half life time دي لازم تبقى يعني يعني لها value كده تبقى short enough to produce significant radio activity without requiring a very large initial dose يعني بمعنى صحة حطت انا radio activity او radio active agent اللي انا بحطه دوت فالـ decay بسرعة بحيث يديني كمية كبيرة من الـ photons اقدر بيها اطلع صورة بـ signature normal ratio مش بطالة من غير ما انا اضطر احط كمية كبيرة جوه الـ patient بس في نفس الوقت ما هياش قسيرة قوي زيادة ان هي decay يعني بسرعة قبل ما انا الحق ان انا اصور اوكي فباسيكلي لازم ان انا يعني طبعا حالفين بفيه عندنا الـ tau1 half اللي هي الـ bio ممكن واحنا بنصور يبقى باسيكلي الفقد اللي بيحصل في الـ tau1 half bio يبقى significant كفاية بحيث ان هو يعني لما اجا صور اولجان بتاعي اللي انا يعني يعني هدف التصوير بتاعي يعني الاقي ان هو فعليا الـ radio activity اللي موجودة فيه مش كفاية عشان اطلع صور فبمعنى صح ان احنا يعني اختيار half lifetime ده يبقى يعني صحسنا يبقى short بس not too short الحاجة التانية الحقيقة ان احنا الـ decay بتاعنا او disintegration بتحصل في الـ radio active isotope دوت او الـ radio active tracer دوت لازم يحصل فيها emission لـ mono energetic gamma rays اوكي mono energetic gamma rays يعني ما يفعش مثلا ان اطلع لي two gamma rays او two photons ب different energies اوكي وما ينفعش ان اطلع لي alpha ولا beta particles اوكي alpha و beta particles بيبقوا ليهم طبعا ما هو مش photons بيبقوا طبعا يعني بيبقوا حاجات كبيرة بيبقوا particles كبيرة يعني بيبقى particles لها mass بيبقوا حاجات كبيرة يعني الـ particles زي زي الآفا والبيتا ما ننظرش ان احنا نستعملها في الـ gamma radiation خالص ما بتطلع لناش ما بتعملناش لو داخد على scintillation crystal ما بتعملناش اي photons خالص وفي الوقت نفسه لو انا عندي gamma rays ب different energies بيبقى عندي مشكلة حقيقة فيها ان انا ممكن ما فرقش بين gamma rays اللي جايها لي straight اللي هي primary beam بتاعي والgamma rays اللي حصلها interactions او حصلها scattering او حصلها compton تارفين compton scattering ممكن يطلع لنها في photons ب energies ممكن تبقى مختلفة عن energy بتاعت ال initial photon اوكي فاحنا عشان الصورة تطلع مظبوطة ما يحصلش فيها ان يبقى فيها عليها نويز كتير يستحس ان انا اخد الفوتون بس بتاع primary beam فانا بيبقى عندي طريقة ان انا اقدر اميز الفوتون بتاع primary beam ده كام لو كان primary beam فيه كذا photon energy بيبقى عندي مشكلة ان انا اعمل كده اوكي فعشان كده انا بفضل يبقى عندي الحاجة التي تطلع لي كل واحدة من disintegration تطلع لي single photon single gamma photon اوكي gamma ray photon ويبقى لها energy محددة وكلهم زي بعض ما يبقىش فيه عندنا كذا photon بانرجات مختلفة البرابتس الثانية اللي انا برضو عايزها في idea ladder tracer بتاعي ان الانرجة بتاع الفوتون تطلع لي دو تبقى اكبر من 100 كيلو الالكترون فولت طبعا يعني ده مهم لان الفوتون ده مفروض ان هو يختارق في الجسم هيمشي من اول يعني من اول جسم من غير اخره في الطريق اللي هو ماشي فيه فمعنى كده لو هو اقل من كده في الانرجة بقى ممكن يحصل له attenuation جوه الجسم او ممكن يحصل له فقد جوه الجسم فمعنى كده ان هو يعني هيحصل نتيجة لكده ان يبقى في جزء من الانرجة او جزء من العزب بتاع الفوتون اللي طالع هيفقد في السكة فيبقى عندي معنى كده الصورة بتاعتي هيبقى سيجن ترون بتاعتها مش كويس فدي حاجة مهم ان يبقى اكبر من 100 كيلو بس الحقيقة برضو من الحاجات المهم برضو يعني قصاد كده لازم يبقى من 200 200 دي الحقيقة لو زاد عنها انا باخد الفوتون اللي جاي دي زي ما كنت بقول كده مفروض ان انا بعمل لها حاجة اسمها كلميشن عشان اقدر اميز الفوتون الجايالي اللي هي بتاعت البرايماري بيم انا مش عايز فوتون تبقى جايالي من مثلا يعني حاجة جايالي بفيها سكاترين مثلا لأ انا ببقى عاوز اللي انا كنت بصور وده حصل فيها سكاترين فالكلمياتور اللي انا بستعمله لو انا زودت الانرجي بتاعت عن 200 كيلو الكترون فولت يبقى معنى كده ان الجاما ريز اللي طلع دي ممكن هي تختارق او تبنتريت السابتة اللي هي الحروف بتاعت الكلمياتور اللي هي مفروض اصلا بتتوقف السكاتر الانرجي بقيت اكتر من متيري بمعنى كده اكتر مش موجودة ممكن هو يختارق ها وممكن هو في الاخر يحصل لي الحاجات اللي فيها سكاترينج اكتشوري ممكن هي توصل للسنتيليشن كاميرا وتعمل لي اثر على الصورة بتاعتي فطبع نحن مش عايزين كده هايزين البرائماري بيين بس الحاجة الاخيرة طبعا نحن الريديو تريسر بتاعنا لازم يبقى له اي ابتيك في الورجان of interest ويستحسن طبعا ان يبقى اي 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 بمعنى ان هو اي طبعا ان انا عاوز الريديو تريسر بتاعي ده ينتص في اورجان محدد بعينه وطبعا يستحسن ان هو يعني يبقى مبينتص خالص في اي مكان تاني في الجسم طبعا الحاجتين مع بعض صعبين الحقيقة يعني ممكن يبقى بيمتص كتير في اورجان معين بس ممكن بقت اورجان تاخد بس بس زيرو دي ما صعب او زيرو انه محدش يمتص خالص دي بتبقى صعب شوية بس امتن ده ال ايديال فمعنى كده هنحط كل ال 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 عشان ناخد مثال بقى لل الموجودة عشان نبتلي بقى نقارن المواصفات اللي احنا حطناها بالحاجات الموجودة براكتيكالي هنلاقي التكنيشن 99 ام هو اكتر واحد في الموجودة في الموجودة مثلا فلاقي 90% التكنيشن ام التكنيشن ام الميزة بتاعته بيبقى موجودة في متا stable state وده الحقيقة بيسمح لنا انه يعني بيبقى ميزة بالنسبالنا وهو اصلا بيتعمل او بييجي من 99 اللي هو مليبنم 99 الاقوائشن بتاعت التسانيجريشن بتاعنا دوت هو مليبنم 99 هو ريديو اكتيف بعد 66 ساعة اللي هو half lifetime بتاعه 66 ساعة بيدينا التكنيشن زائد بيتا ري احنا بناخد التكنيشن دوت وهو ده اللي مستعمله عندنا اللي هو بيديس من الميتا stable state بتاعته دي لل ground state بتاعته ويدينا جاما ري الميزة بتاعت الجاما ري اللي طالع ده انه بيبقى 140 كيلو الالكترون فولت يعني في النص في السكيل اللي احنا كنا بنو عليه اللي هو اعلى من 100 واقل من 200 طبعا لو بصينا على انواق تانية مختلفة من ال radio tracers في عندنا عدد من radio tracers ممكن نستعملهم هلاقي half life time بتاعهم اللي انه ده 6 ساعات ده بيكلم على اكتر شوية ودي multiple raise او multiple gamma energies في عندنا حاجات بتبقى في range بيبقى قل شوية من اللي احنا عايزينه في حاجات ممكن انها تبقى في range ومع حاجات تبقى اكتر فهنلاقي الحقيقة ان التكنيشن اللي هو احنا بصينا على الحاجات اللي بتطلق عندنا دي الحاجات اللي هي الموجودة عندنا ال energy بتاعت الجام الريز اللي طلع وال half lifetime بتاعه هنلاقي انه فعلا نقدر نحنا نقول انه اقرب واحد ال idea radio tracer اللي احنا كنا منتكلم عليه الحقيقة بالنسبة لل technician عشان نعمله generation في المستشفى بنتعمل حاجة اسمها technician generator ده بيبقى deliver للمستشفى في اول اسبوع وبعد كده يرجع في اخر الاسبوع لكده بتاعت generation بتاع technician 99 m دوت انه نعمله generation من molebdenum لو تخلنا في عندنا n1 من molebdenum بعد lambda 1 اللي هي بتكلم عليها 66 hours دي بيجيل بيجيل هنا technician 99 m بيبقى عندنا عدد معين من ال atom التي بقت موجودة نتيجة لل transition دوت وهو نفسه بيحصل له disintegration ب lambda اللي هو ground state technician و generate هنا بقى لإيه gamma photon اللي احنا عايزين ه طبعا احنا عارفين في كل احوال عندنا exponential decay في كل واحد من الخطوات دي فاللي بيحصل احنا بندليفر حاجة بالشكل اللي احنا شايفين ه هنا كده ده بنسميه technician generator ده بيبقى براء عن column مكوة من aluminum ceramic كده بيبقى embedded فيه molebdenum يعني molebdenum بيبقى لازق فيه أو يعني tightly boundly و molebdenum ده احنا عارفين بيحصل له disintegration ده و bi-generate technician technician ده ما بيبقاش bound ل column ده زي ما كان molebdenum boundly يعني ما بيقاش لازق فيه قوي فممكن لو احنا حقلنا ملح ويبقى موجود هنا في المنطقة ده كده و في الموجود معا اللي هو generated technician اللي هو حصل من million disintegration ده فاللي بيحصل احنا فعليا اللي بنعمله ان احنا بنحط محلول ملحي محلول ملحي ده بيبقى بيتصل بالمكان ده وبييجي في المكان ده اللي هو في column ده ياخد اللوز جاهز ان احنا نعمله collection بناخده برضو بحقنا تانية ونحقينه بعد كده في المريض فطبعا ال dynamic equation اللي احنا يعني بتتعرض لل transition احنا شايفينه هنا دوت بنلاقي فيها لان 2 دوت بيبقى function في n note احنا الاول عدد من لو احنا بنقول ان احنا مسلا في الاول خالص كان ال ريديو يعني التكنيشن دوت بيلوز عشان بيعمل disintegration وفي الوقت نفسه بيكسب علشان المريبدرام بيتحول له ده طبعا بيتحول بريد وده بيتحول بريد تاني فهنشوف دلوقتي curve كده ورينا ال equation دي او الحل بتاع dynamic system بتاعنا دوت اللي بيورينا ال concentration بتاع التكنيشن بيبقى عمل اللي بيحصل ان انت لو احنا ما عملاش اي حاجة اسمها milking للجنيراتور ده milking معناها ان احنا كننا زي ما بنحلب البقرة كده بناخد اللبن اللي موجود فيها فهي بيجنيرات لابن تاني فحنا متكلم هنا دلوقتي ان احنا يعني المليبدرام الموجود دوت عمل لكمية من ريديو مفروض ان احنا ناخدها عشان بعد كده نبتدي بعد كده ايه نعمل تاني فلو احنا سبناها خالص اللي بيحصل هي بتبتدي تزيد اوكي نتيجا هو اول حاجة بيبقى بصفر مفيش اصلا خالص المليبدر بيبتدي يتحول او بتدي يزيد لغاية لما يوصل لحد معين اوكي بعد كده وطبعا هو الموجود هنا بيبتدي هو نفسه يحصل في الاخر خالص يبقى سرع من ال اوكي ففي الاخر بنوصل ان ينزل تاني كده ايه مع ال بالشكل احنا شايفين اوكي طبعا احنا مش مصلحتنا ان احنا يعني يستنى عليه غاية لما يحصل له وهو في ال احنا عايزين نيجي عند الوقت اللي في البيك دي تقريبا عند نسحب كمية اللي موجودة كلها اوكي معنى ايه معنى ان احنا كل موجود هنا لوقتي خلاص هيبقى كله تشال يعني بدلا ما بيبقى هنا بيرجع تاني يبقى صفر فيبتدي من اول وجديد موليبدنم يبتدي برضو يتحول لتكنيشن 99 اوكي اجي بعد 24 كمان اعمل ميلكينج ميلكينج معنى ان ااخد كمية بتاعت التكنيشن اللي جينيريتد بننح واسحب الميا اللي موجودة كلها فساعتها يبقى ايه انا عملت كده ميلكينج للكمية كلها بالتالي لو احنا تابعنا البروسس دي كل يوم بنعمل نفس الحاجة يبقى معنى كده نبقى عارفين ان بتاع التكنيشن 99 م ببقى من الموليبدينم وبعد ما بيحصل الكمية من عدد الموليكولز او عدد الموليبدينم بتقل فمعنى كده ان الكيرف بتاعنا هيقل للا ايه لان كل شوية الموليبدينم بتاعنا كميته الاصلية اللي كانت موجودة بقيت اقل لدلوقتي وبقيت اقل كمان وبقيت اقل كمان وبقيت اقل كمان فاخر الاسبوع خالص الكمية اللي بتطلع لان بتبقى لان ايه لا اوي فبناخد اللي هو نفس الان بيتاخذ من المستشفى ويعاد شحنه تاني بكمية جديدة من الموليبدينم بحيس انه يقدر بعد كده ان هو من اول الاسبوع الجديد من نفس اللي الجديد يعني بيسيك بيبقى في عندنا سنتيليشن كريستل بتبقى حجمها كبير اوي كده على قد الكمية او على قد المكان اللي انا عايز اعمله سكانين بيبقى قدامها في حاجة اسمها كوليميتر كوليميتر ده هدفه ان ياخد الريز في اتجاه معين يعني ياخد الريز في اتجاه معين ما ياخد ريز في كذا اتجاه عشان احنا عايزين دلوقتي ناخد برايمير ريز ما ناخد ش حاجات تبقى جاية بعد ما حصل ها سكاترينج اوكي فبناخد ريز مثلا اللي جاية على على ال وكل الحاجات التانية بنشيلها خالص هنورني بعد شوية صغير كل ميتر ده بيبقى عامل ازاي ال بتاخد الجاما فوتونز وتطلع علينا من ناحية التانية light فوتونز يعني بتاخد الانرجي اللي هي كبيرة قوي يعني فوتون بانرجي كبيرة تطلع لعدد من الفوتونز اللي هم في ال visible light range ويبقوا كلهم الانرجي بتبقى عالب كتير عشان اخلي برضو الفوتونز دي تبقى برضو كميتها كبيرة باخد بعد كده بدخل على فوتو مالتيبلاير تيوب الفوتو مالتيبلاير تيوب دوا بياخد لي الفوتونز الجاية دي كل فوتون من visible light فوتونز دي بيطلع لي وساطها عدد كبير او ممكن يبقى مثلا مليون الكترون وساط كل واحدة من الفوتونز الجاية لدي باخد ها بعد كده مع حاجة اسمها anger network دي بتعملي positioning بقى حسب المكان اللي جايلي منه ال 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 بتاعي او جايلي منه الفوتون بتاعي بتبوزيشن الانرجي اللي جايلي دي او ال ال اللي جايلي دوت عشان اقدر المكان اللي جايلي منه رادي او وبعد كده بحط الكلام ده بقى في الصورة بتاعتي في المكان اللي انا استنتكتو من هنا بال intensity اللي جايلي من ال ايه من الفوتو ملتوب تيوبز اول حاجة collimator collimator بيالو اشكال مختلفة بس الفكرة بتاعتو تبقى حاجة زي ما احنا شايفين هنا كده لو انا دلوقتي عندي raise جايلي في ال داريكشن ده كده او في داريكشن في الكوليمتور بتعدي ما بيحصل لاش حاجة انما لو جايلي بانجل هتصطدم هنا بال 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 بتاع الكوليمتور اللي موجود عندي هنا دوت وتمتص فورا فمعنى كده ما توصليش للحاجة اللي بعد كده ما توصليش لل دي طبعا فيها ميزة زي ما قلت ان احنا نحاول نحن نخلي بتاعنا كل ريز جاي في داريكشن واحد ما يبقاش جايلي ريز جايلي من حاجة حصلت لها مسكاترين مثلا او كده فنحاول نحن نعمل بتا لوكاليزيشن لل الفوتون اللي جاينا من الجسم بتاع الإنسان ممكن بعض الأحيان حسب ان بعمل سكان لحاجة شكل اعمل ازاي ممكن يبقى شكل تلعب شكل عامل ازاي استنتراتيشن كريستال موجودة في الجاما كاميرا مكونة من سنجل كريستال من ثاليوم اكتيفيت صوديم اوديايت بتبقى الديامتر بتاعها من 40 لخمسين سنتيمتر لما الجاما ريز بيسترايك الكريستال دي بتيجي عند الكريستال دي بتبت تنتراج مع الكريستال دي بتلوز الانرجي بتاعتها ثرو فوتو الكتر كومتون انتراكشن والكلام ده بي ريز بي 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 يعني احنا عرفين من الحاجات اللي شفناها بشابتر 15 في الجزء بتاع الفيزيكس ان احنا عندنا الفوتون لما بت انتراكت مع الماتر ممكن يحصل حاجة اسمها فوتو الكتريك او كومتون افاكت طبعا الرينج اللي بنكلم عليه هو 140 كيلو الكتر فولز ده هنلاقي الفوتو الكتريك وال كومتون افاكت هم اكتر اتنين بي اشتغلوا اكتر اتنين بي 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 نتيجة الامتصاص بتاع الفوتون اللي هو كريستل دي انها بيحصل اللي اتنين وقت حوالي 230 نانو سي بعد الترانزيشن ل دي وبتطلع علينا فوتون اف ويف لاند 450 نانو ميتر دي في الفيزي بلو لايت اوكي كل واحدة فيهم الحقيقة بتبقى الانرجي بتاعتها الفوتون انرجي بتاعتها بتبقى حوالي 4 إلكترون فولز فوتون وهو كان 140 كيلو إلكترون فولز فنشوف بعد ده ممكن يطلع لنا كام واحد من الفوتون دي طبعا فيه الاصصص وكل حاجة بس عماتا ممكن احنا نطلع كده زي ما احنا كنا بنحب نعمل في الفيزيكس انه يقول لنا نحنا تقريبا هنطلع كام فوتون من هما البلو لايت فوتون زول لكل فوتون من الجاما ري فوتون فالحاجة المهمة قوي يعني العدد اللي بيطلع بتاع الفوتون دي عدد اللايت فوتون دي ديركت الانرشي of الانسل جاما ري يعني كل ما الجاما ري زاد زاد كده يبقى معنا كده هنشوف بقى كام واحد من الفور الجاما ري كل مكان الفور الكترون فولت فوتون دي كل مكانت اكتر المرحلة اللي بعد كده في الجاما كاميرا ان احنا بنحط الفوتو ماتبولار تيوب دي عشان تاخد الفوتون اللي طلع علي من سنتيليش كريستل الفوتون دي تبقى في البرو رينج الفكرة في الفوتو ماتبولار تيوب ان هو بيحولها الالكتريك كارانت وبيكبرها بفاكتور كبير جدا فالفكرة بتاعتها كالقاتي ان احنا كل واحدة من الفوتون اللي جايلنا دي بتسترايك حاجة بنسميها الفوتو كاثود الفوتو كاثود ده يعني عبارة عن بليت ويعني بنقول عليه مدهون بمادة بحيس انها تعمل فوتو الالكتريك افاكت لما بيجي لها فوتون في الرينج بتاع البلو فوتون زي احنا جايلنا من السنتيليشن كاميرا فبيطلع هنا قصاد كل فوتون من دي ممكن يطلع لنا الالكترون قصادها بنحط احنا بقى حاجة من سماية داينود كل واحدة من داينود دي بتبقى فيها على الاقل بيبقى فيه بيبقى بينها وبين اللي قابليها حوائي 300 فاللي بيحصل الالكترون طلعلي من هنا دا بيأكسلريت لغاية لما يخبط في الداينود داوت لما بيخبط في الداينود داوت اللي بيحصل كل الانرجي بتاعته بتاعت الالكترون دي بتتحول الانرجي بتعمل ريليس لعدد من الالكترون الموجودة هنا فممكن كل واحد من دول مثلا يريليس اثنين الالكترون بدل ما يكون في عندي الالكترون واحد بس انبوت بقى في عندي اثنين ولما حط الداينود اللي بعد كده برضو بحط برضو فارق فولت 300 فولت برضو بحيس برضو دا الاتنين دول يطلعوا اربعة وهكذا لغاية لما يبقى في عندي عدد طلعلي من فوتون في الانبوت بتاع الفوتو ماتيبلاير تيوب فالفوتو ماتيبلاير تيوب زيما كنت بقول دلوقتي بيبروديوس من 100000 مليون الالكترون فور ايش فوتو الالكترون الحقيقة الفوتو ماتيبلاير تيوب دا الدايمتر بتاعه بيبقى حوالي من 2-3 سنتي 2-3 سنتي دا بيبقى حجمه كبير الى حد ما بس انا برضو لازم ان احط عدد كبير منه عشان كل واحد من دول بيجيبلي يعني بيحول لي جزء من الفوتون طلعالي من السنتيليشن كاميرا او السنتيليشن كريستل علشان اقدر بعد كده استفيد بي عشان اكون بي الصورة فعادة بيعمل له باكينج على الكريستل هيجزغنا باكينج بباكينج يعني بو drove النحل مثلا مثلا بيبقى دا بتكابل بعد كده للجزء اللي بيكون الصورة بتاعتي الحقيقة بتتكلم برضو على الفوتومات البارتوبس اللي بتبقى موجودة دي طبعا احنا جبنا عذب من الديفايسيس والعذب من الديفايسيس دي بتبقى كلها مختلفة او كلها يعني كلها حتى لو هي نفس النوع ممكن ان كلها ظروف المانيفاكشورينج بتاعتها بتخلي الريسبونس بتاعها او تخلي الكاركتريسيس بتاعتها تبقى صليتلي ديفرنت فالحقيقة احنا متوقع في الريسبونس بتاع الفوتومات البارتوبس اللي هي الكتير او لقرب المية دي في حدود 10% مايبقاش فيه اختلاف كبير اكتر من 10% بينها الحقيقة لما بنروح بقى لحاجة اعقد شوية زي الحاجات اللي فيها توموجرافي زي مثلا سباكت ولا حاجة لا بنتطلب اكتر من كده شوية بنتطلب ان كل الفوتومات البارتوبس بقى اكتر يعني الريزولشن بتاعتها او الاختلافات اللي بينها تبقى تقل من واحد في المية فاحنا بنتكلم في رينجي بيبقى عالي جدا في الاكوريسي ولازم كل الحاجات يبقى الماتشنج بينها الحقيقة يكون قوي جدا الجزء بتاع الريزولوشن بتاعتنا تحسين الريزولوشن او ازاي نحصل على صورة الريزولوشن بتاعتها احسن من حجم الديتكتور نفسه دي تتعمل بحاجة اسمها الانجر بوزيشن ناتورك دي الحقيقة اختراحها عالم اسمه انجر والحقيقة الفكرة بتاعتها ان احنا نحاول ان احنا نطلع الريزولوشن احسن شوية من الريزولوشن الموجودة نتيجة لحجم الديتكتور ازاي نستعملها او حجم الفكرة بقى بتاعت الانجر بوزيشن نتويج دي كالقاتي ان احنا عندنا احنا طبعا نتكلم على الكريستل اصلية بتاعتنا اللي هي السنتيليشن كريستل بتاعتنا دي حاجة حاجة يعني كلها حاجة على بعضها خمسين ستين سنتي راديس او ديامتر بتبقى كلها حاجة على بعضها كده وحطينا احنا عليها بقى الفوتو ماتيبلايا تيوبس دي اا يعني باقصى قدر ممكن من الباكينج اا فباسيكلي احنا نتكلم على ان احنا عندنا الجاما راي اللي جايلنا دوت ممكن يجي في اي مكان فاللي بيحصل ان احنا عندنا الريز اللي طلع من السنتيليشن كريستل دي عادة بتديني اعلى الريسبونس لأقرب فوتو ماتيبلايا تيوب بس النقطة انها بتديني الريسبونس ازاقل في ايه في الحاجات التانية اللي حواليها يعني اوجد بين الحاجات وبعضيها بتبقى طبعا اقرب واحد بيدي الريسبونس عالي والحاجات اللي هي ابعد شوية صغيرين بتديني الريسبونس اقل بشوية وهكذا فالفكرة بتاعت الانجل بوزيشن ناتورك دي الحقيقة ان احنا بناخد الريسبونس بتاعت مجموعة الفوتو ماتيبلايا تيوبس اللي جنب بعض دي وبحاول اعمل الانتربوليشن كده للفاليوز بتاعت عشان اتخيل الوريجنال سورس بتاعي كان فين بالزبط فالحقيقة الفكرة دي رغم بساطتها الا ان هي فعلا فيري افاكتف وممكن فعلا تدينا فاليوز للريزولوشن اعلى بكتير او على الاقل تقدر تحصل لنا بالضعف او حتى اربع اضعاف الريزولوشن ممكن احصل عليها من حجم الفوتو ماتيبلايا تيوب بس الفكرة بتاعتها البسيطة جدا ان انا باعمل الانتربوليشن بين الفاليوز بتاعت الاجيسنت عشان اعرف منها اه فين السورس الاصلي اللي كان جايب لي الريسبونس دي اللي موجودة عندي دي اوكي دي كان بتعمل زمان بحاجة زي كده عشان كده بيتسمى انها دلوقتي بقى تتعمل طبعا في الديشتال دومين بقيتاخد بتاع الفوتو ماتيبلايا تيوبس دي وحوله ديشتال وعمل الكلام ده كله طبعا في الديشتال دومين بس لسه الاسم بقى جاي او يعني يعني الاسم بتاع الانجر نيتورك دوت ده لسه موجود من من الهاردوير او الهاردوير اللي كان بيستعمل عشان ييمبليمنت الكلام ده زي ما كنت بقول في الانجر بوزيشن ناتورك دي في الانالوج جامع كاميراز اللي هي الاديمة شوية كان الكلام ده بيتعامل بحاجة اسمها الانجر لوجيك سيركيت او الانجر لوجيك ناتورك كان باسيكلي كل واحدة من الفوتو ماتيبلايا تيوبس اللي موجودة عندنا في الجامع كاميرا بتاعتنا اللي محطوطة على السنتيليشن كاميرا بتوصل لاربع نقط اساسيين موجودين في الماكنة كلها اللي هي اكس ماينس و اكس بلاس و واي ماينس و واي بلاس دول كامن بتوين كل الايه كل الفوتو ماتيبلايا تيوبس بحط انا الريزيستورس دي بقى بحيس انها تبقى الريلاتيف للبوزيشن بتاع ايه يعني بتتغير مع البوزيشن بتاع الفوتو ماتيبلايا تيوب بتاعي فين وفي الاخر انا بجمع كل الاربع سيجنالز دول يعني بجمع مثلا واي بلاس من كل الفوتو ماتيبلايا تيوبس و الاكس ماينس من كل الفوتو ماتيبلايا تيوبس و الاكس بلاس من كل الفوتو ماتيبلايا تيوبس و الاكس بلاس من كل الفوتو ماتيبلايا تيوبس فعشان اعرف مثلا ان حصالي سنتيليشن افنت في الكريستال وعايد اعرف مكانه فين كان بيبقى استيميت انه عباره عن x plus minus x minus على x plus plus x minus للايه للدايرة دي والي بتبقى نفس الكلام y plus minus على y plus plus y minus فهي طريقة الانتربوليشن عشان اعرف من اي واحدة من دول بالزبط لو مثلا السنتيليشن افنت بتاعي هنا هيبقى هنا سيجنال قوية هنا سيجنال قوية وهنا سيجنال اقل شوية والباقيين اللي حواليهم بعد كده اقل كتير فمن الطريقة دي انا بقى استيميت فعلا المكان ده بطريقة مش بطالة ابدا زي ما بقول ان الجزء ده كان بتعامل في الولدر انالوج جاما كاميراس كل الحاجات دي دلوقتي بقت ديجيتال بحيس ان انا اقدر اخد الاوبوت على اطول بتاع كل الفوتو متبلاير تيوبس دي وجوه بقى في الكمبيوتر بتاعي بقدر اعمل الانتربوليشن ده بطريقة ديجيتال مش محتاج فيها ان انا اعمل السيركت بتاع الانجر بوزيشن ناتوري كنت بتكلم عليها من شوية دي هي جزء ده طبعا احنا بالنسبة لنا لما كلنا بنريكورد بنريكورد الانديفيديو الكمبورنص روما اكس بلس اكس مينس واي بلس واي بلس واي مينس اللي هي مجموعة بتاع كل الايه الالفاليوز بتاع كل الفوتو متبار تيوبس الحقيقه السميشن سيجنل بتاعتنا بتاع كل دول بنسميها الزي سيجنل الزي سيجنل دي بتدينا الاموما يعني القيمة بتاعت اللي جالنا ده قيمتها قد ايه اوكي قيمة ده عمل لنا سيجنل قيمتها قد ايه طبعا احنا بنحصل عندنا دي مش بتحصل كلها في نفس الوقت طبعا بتحصل على مدار يعني فترات متقطعة وطبعا الموضل بتاعها بيبقى حاجة زي فبيبقى عندنا كل شوية بيبقى عندنا بس بقى فيها وقت بينهم طبعا احنا بنسبة لنا كبني قدمين ما ندرش ان احنا نتابع الحاجة دي بس لو احنا عندنا كمبيوتر شغال بسرعة نقدر نحنا نتابع الفروقات دي فلو احنا عندنا برضو برضو تبص على السيجنل دي بتلاحز فعلا الفروقات بين كل والتاني فنقدر نسيباريت عن بعضيه الفونكشن بقى بتاعت بيتعتمد على الحاجة احنا كنا قولنا عليها من شوية ان احنا عندنا بتاع بيعتمد على الانرجي بتاعت الفوتون اللي جاي فلو انا باعت فوتون او الفوتون اللي وصلني دا كان 140 كيلو الكترون فولت يبقى معنا كان الريسبونس بتاعي مفروض يبقى مثلا Low Intensity معينة لو انا فرضى حصلي انتراكشن لو الفوتون بتاعي هو 140 كيلو الكترون فولت دوت حصله انتراكشن قبل ما يوصلي في الكريستل يبقى معنا كان الانرجي بتاعته هتبقى أقل من 140 ممكن تبقى 100 مثلا يبقى معنا كده السنتيليشن ليحصل هيبقى أقل نتيجة لان الانرجي بتاعت الفوتون الجايالي دي كانت اقل فالهدف بتاع ان هو ياناليز الامبليتود بتاع البلس اللي جايالي من الفوتو متبلاير تيوبس دي اللي هي جايالي من السنتيليشن في الاخر يعني ويقارنوا بالحاجة اللي هو متوقعها تبقى هي عند الانرجي المزبوطة اللي ما حصلهاش انتراكشن ولو لقى ان هي اقل من كده بيرجاكت السنتيليشن ده وما يدخلوش معايا في الصورة فتا طبعا بيقلل كتير جدا الفوتون الجايالي من السكاترينج وبيخليلي بس الحاجات اللي هي البرايماري فوتون الجايالي مباشرة من من الفوتو من الراديو ايزوتوب بتاعي او الراديو تريسر بتاعي مباشرة للسنتيليشن كاميرا ما حصلهاش اي انتراكشن في النص اوكي فدي حاجة في غاية الاهمية فاحنا بتعمل الفوتون الجايالي بيعمل بتاعت الفوتون اللي جاي الفوتون الانيرجي اللي جاي دي بنشوفها في عدد الايه عدد الايكترونز اللي جاي لنا او الانيرجي او الفولتج بتاع السيجنال اللي جاي لنا من الفوتون عطي بلاير تيوبز في عندنا في الجاما كاميرا حاجة بنسميها انسترومن ديت تايم هي الفكرة العامة بتاعتها ان احنا دلوقتي لو احنا فرضا حطينا اه من الراديو ، او كان ال توش هات عالية شوية هل احنا نقدر احنا نطلع الصورة من غير اي مشكلة اللي بيحصل فعاليا اللا اللي بيحصل فعاليا ان احنا بالذات بيبقى لها وقت عشان important gonna handle الايه � Helen apopulouso solution اللي بيحصل فيها او الانيرجي اللي بيحصل فيها مع الفوتون اللي جاي بتاع الجاما لتي دوت وكنه نقولن قبل كده ان كل واحدة من الانتراكشن زي بدأ قد حوالي مئتين وثلاثين نانو ساكن. فلو فرضا احنا جلنا في خلال المئتين وثلاثين نانو ساكن دي فوتون تاني. احنا ما تدرش نهاندل ده في الوقت ده. اوكي نتيجة لان قريدي احنا الجزء اللي هو الاسباط اللي احنا اه حاطينا فيها الجاما ري دوت دي قريدي اه في فمش تاخد كمان فوتون عشان تطلع تانية. ده خلاص هي في وهي مستنية بس عشان تنزل في ففي بعض الحاجات بتعمل لنا وممكن نقول ده ده ديو تو فين ريكاوري ان ريسيت تايمز ريكواري فور في في الجاما الكاميرا يعني بعض الحاجات زي مسلا البالس هايت انالايزر عشان يانالايز الهايت بتاع السنتيليشن اللي جالي ويطلع لاني نتيجة بياخد فانايت تايم لو جالي سنتيليشن في الوقت ده انا ما ادرش ان انا اعمله هاندلين. اوكي فعمتا نقدر نميز الانسروم الديتايم او البيهيفيور اللي هو من النوع دوت. اللي ما اقدرش فيه نحنا نهاندل الجاما سنتيليشن او الايفنت اللي جالي دوت. انه هو نوعين. اوكي. نوع بسميه بارالايزابل ونوع تاني بسميه ننبارالايزابل اوكي. فالنوع الاولاني نريد نكلم عليه. البيهيفيور اكشولي هو بيمسل لنا الحالة انا كنت بتكلم عليها من شوية. حالة بتاعت السنتيليشن كريستل. ان احنا عندنا كريستل ما بتقدرش تهاندل كزا افنت وغربعض جاين لها بسرعة. باسيكي لو احنا بنحل الكلام ده بقى بالضبط بيحصل ازاي? اه اتش تايمة جاما راي ستراكس دي سنتيليشن كريستل. لو هي في عندنا جاما راي فوتون من جاما راي. اه يعني هيت اسبوت معينة في السنتيليشن كريستل. اللي بيحصل ان هي بتخليها في ايه في اكسايتد الكترونيك ستيت. يعني بتوصل ناتبة اكسايتد ستيت. وبالديكاي في 32 نانو ساكن عشان تريليس عدد من الفوتون. اوكي? طيب فرضا احنا عندنا اناذر جاما راي او اناذر فوتون بيسترايك the same spot. يعني بيخبط في نفس المكان هو هو بالضبط. اوكي? المشكلة ان الكريستل ساعتها في الوقت ده وفي المكان ده. ما تدرش ان هي تطلع الاكسايتد ستيت تانية. هي بتفضل في الاكسايتد ستيت دي لمدة 32 نانو ساكن. لو جالها اي فوتون تاني في الوقت ده. ما تدرش تعمل مع انتراكشن. فمعنى كده ان احنا طلعنا نفس عدد الفوتونز. اوكي? بتو بتو جاما راي فوتونز مش بواحد بس. يعني طلعنا عدد من البلورايز مقابل الواحد بس مش الاثنين. اوكي? فمعنى كده ان بتاعنا دلوقتي اختلف عن ان انا لو كنت عملت هاملينج لكل واحدة فيهم اا اا على حدة او كل واحدة فيهم يعني من غير ما يكون في اي واحدة ما حصلهاش انتراكشن. اوكي? فلو حصل عندنا very high rate of gamma rays striking detector. ده بيحصل لنا طبعا ايه? elongated dead time. نتيجة لان احنا يعني اا جزء كبير من الجاما رايز دي ما يحصلهاش ايه? ما بيحصلهاش interaction. فمعنى كده ان ممكن يبقى فيه خطأ نتيجة لكده اا في ايه? في ال ايه? بتاع الفوتونز دي او ان احنا ممكن يبقى فيه عدد كبير من الجاما رايز جاي وفي الوقت نفسه الصورة مش بتاعكس ان في العدد ده جاي بنفس الشكل اللي جالي ده. النوع التاني بقى من البيهيفير اللي هو في ال dead time هو المنباراليز بالكمبوننت. دا ما نقدرش نقول ان هو لوعلاقة بعدد الفوتونز خالص. اوكي? مالوش علاقة بالليفلو في ريديو اكتيفتي خالص. ده لوعلاقة بقى بالالكترونيكس بتاعتي بتتصرف ازاي? وعندها دي ليز عاملة ازاي? يعني انا زي ما كنت بتكلم كده الجزء بتاع الانجل لوجيك سيركيت والبالس هايت اناليزر. الاتنين نباره عن حاجات بتشتغل بطريقة الكترونيك. اوكي? ومفروض انها تطلع لي ريسبونز في وقت معين عشان اقدر بعد كده هاندل سنتيليشن ايفنت جديد. يعني كل ما سنتيليشن ايفنت بيجيلي. مفروض انها بتعامل معاها وهشوف ازا كنت هاكسابتت او مش هاكسابتت. وبعد كده وانس ان انا خدت القرار ده بارجع اشوف بعد كده من الاول تاني. ازا كان فيه سنتيليشن جديد موجود عشان يبتدي اعملو نفس البروسوس تاني. فاللي بيحصل ان انا عندي في المنطقة دي او في المكان دوت. اا يعني في الجزء بتاع الالكترونيكس دي. اا الديلي اللي بيحصل لنا ده او الجزء من التايم اللي احنا بناخده عشان نعمل فيه بروساسنج للديتا بتاعتنا. ما نقدرش ان احنا نعمل فيه هاندلينج لانوتر سنتيليشن ايفنت. والوقت ده الحقيقة ما بيعتمدش على عدد سنتيليشن ايفنت. ده زادت ولا قلت. يعني مفروض ان انا الوقت ده يفضل ثابت زي ما هو كده. وبيقللي العدد بتاع السنتيليشن اللي انا بعملها ديتكشن. بالمقدار ثابت ما بيتغيرش. لو احنا بنبص بقى على الوفرولد تايم اللي هو التاو. اللي هو بيقابل الاثنين البراليزابل وننبراليزابل. هنلاقي ان اكشوري في في البراكتيكال جاما كاميراز هنلاقي الديتايم دوت اا 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 دوميناتد او كمبليتلي تقريبا باي النامباراليزابل بورت. اللي هو اللي بكلم عليه هنا دوت. اللي هو اللقب الاليكترانيكس. اوكي? وبنلاقي ان لو احنا حطينا الاكويجن بقى بتاعته اللي هي ريليتد للجزء بتاع النامباراليزابل كمبوننت. هنلاقي ان هو بيساوي n- small n على n في capital n. اوكي? يعني capital n small n في small n في capital n. capital n ده اللي هو ده true count. لانا مفروض ده اكون عارفه. اوكي? او مش عارفه معها صح يعني. ون ده اللي هو الماجرد. اوكي? يعني بمعنى ان انا دلوقتي لو انا است حاجة كمفروض تبقى حاجة تانية اللي هي n capital d. بيبقى التاو بتاعتي المقابلة لكده او date time بتاعي المقابلة لكده الانسترومت date time بتاعي بيبقى مربوط بالعلاقة دي كده. خلينا ناخد مثال عليها عشان نتخيل نحسب حاجة زي كده ازاي بالظبط. اا لو بصي عن المسال ده كده. اا suppose that we have the true count اااا اا اا اجام الكاميرا ان بيسوا عشرة تلاف. والماجرد rate is only تمنتلاف. عايزين نحسب الdate time بيساوي كام? لو احنا عارفين ان n capital بتساوي عشرة تلاف. وعارفين ان n small بتساوي تامن تلاف بنعوض بقى في الاقواجن بتاعت date time بنقدر نطلع منها التاو بتاعتنا بتساوي كام? طب دلوقتي هل الكلام ده نقدر فعلا نعمله في الواقع? اا نقدر نعمله في الواقع. ممكن يبقى فيه عندنا phantoms of known radio activity تبقى عندي. ومنها قدر اجيب يعني احطها بالنسبة لقدامة جاما كاميرا وايزي الريديو اكتيفتي اللي جاما كاميرا رأستها. ومنها اقدر رئيس التاو بتاعتنا بتساوي كام? اوكي? يعني بمعنى ان انا بيبقى عندي basicly true rate. جايلي من الفانتوم اللي انا عارف ومتأكد ان الريديو اكتيفتي بتاعته بتساوي كذا. وايزي الماجرد اا ريت. اوكي? ومن الاتنين دول اخد اي نقطة بقى. وايز عندها الايه? ايز عندها التاو بتاعتي بتساوي كام? once in التاو بتاعتي بقت موجودة. يبقى معنى كده لما اجيب بعد كده الرئيس n small اقدر اجيب منها n capital d بتساوي كام? اوكي? given ان التاو دي بقت موجودة عند. اوكي? فمعنى كده احنا نقدر نعمل correction. اوكي? النقطة بقى اللي هي المهمة قوي. نقدر نعمل correction for the dead time based on calibrations. اوكي? يعني اقدر اعمل calibrations using phantom z عشان اعرف الماكنة الفلانية دي dead time بتاعها بيساوي كام? واستعمل بعد كده المجرم بتاعتي dead time دي علشان ايه? اقدر اعمل calibrations given n small بتاعتي دي. او given tau دي اقدر اجيب ال capital n اللي هي true count بتاعي بنفروض بيساوي كام? اوكي? فمعنى كده مشكلة dead time instrument dead time. نقدر احنا نعمل لها overcoming بان احنا نعمل calibration للمكنا بتاعتنا ونقيس اللي هي dead time ده بيساوي كام? طبعا دي امثلة للاشكال بتاعت الجامع cameras اللي موجودة في الماركت. هنا مثلا بنكلم على ان ال patient مثلا ممكن يكون واقف او ممكن يكون محضوط على يعني يبقى فيه table او كده موجود فيه patient او موجود مسلا فرضا في حاجة في ال head او في يعني ممكن دي تتحرك لفوق او تحت وممكن تتحرك في ايه اتجاه بحيس ال patient يبقى موجود قصادة سوان على كورسي او سوان على ترابيزة ممكن يقيس بعد كده منه incoming radiation من ال patient. اوكي? اه وطبعا بيبقى الجامع الكاميرا دي واصلة في الاخر بالmonitor بيطال لنا الصورة بتاعت ال patient في الحالات. ممكن يبقى فيه عندنا جامع الكاميرا نعمل بيها scanning يعني whole body scanning يعني ممكن الجامع الكاميرا دي تبتدي من فوق. ناخد جزء من صورة وبعد كده ننزل بيها تحت شوية وتحت شوية وتحت شوية وتحت شوية لغاية لما ننزل غاية تحت خالص ونجمع الصور دي كلها مع بعض عشان نعمل whole body scan لايه? لسورتن ايزوتوب. ده طبعا ممكن يبقى مفيد جدا لما يكون بنصور العظم مسلا انا بنصور حاجة لريتد للعظم مسلا. ممكن جامع الكاميرا برضو تبقى مخطوطها بالشكل ده. وممكن لو انا بقى بعمل حاجة في ال abdom مسلا يبقى فيه ترابيزة وترابيزة دي ممكن تتحرك in or out بحيس ان انا ممكن اعمل برضو scanning لمنطقة معينة مش لبس حاجة واحدة. اوكي? برضو نفس الكلام هنا برضو بيبقى حاجة ممكن بقى دي الدور. اوكي? لفتجات مختلفة بحيس اخد من زوايا مختلفة للبيشنت اللي نام عندي على الترابيزة دي. طبعا الحاجة اللي بعد كده الحاجة اللي هي اكستنشن بقى للجامع الكاميرا. الجامع الكاميرا زي ما كنا بنقول دي بتطلق لنا حاجة بروجيكشن ايمدجينج يعني بتطلق لنا حاجة كل نقطة فيها بتمثل خط يعني عبارة عن تجميع بتاعت كل الفوتون جايلي من خط خط جوة جوة البيشنت يعني بمعنى ان احنا لو بصينا كده الخط ده في الاخر هجلبي في الاخر النقطة يعني النقطة دي في الصورة هتعبالي عن فوتون جايلي من هنا مجموعة كل الفوتون جايلي من الخط ده. طبعا البروجيكشن ايمدجينج زي ما احنا كنا بنكلم قبل كده في الكمبيوتر التوموغرافي بيبقى فيه مشاكل كتير ان السنستيفتي بتاعته ممكن يعني لو فيه تغيير طفيف مسلا في جزء صغير ممكن يبقى فيه مشكلة انه هو ما بقاش طبعا هنا ما هياش كده قوي لان احنا عندنا بقيت الباث بتاعنا الطريق بتاعنا اللي احنا ماشيين فيه ده كله كل الخط الطويل ده كله ما بيبقاش فيه مسلا غير جزء صغير بس هو اللي بيجنرياتي الرادييشن بس برضو البروجيكشن ايمدجين ما هواش برضو التفاصيل بتاعته بتبقى حلوة زي الصور اللي بتبقى فيها كروس سكشن ايمدجينج. فلو احنا حبينا بقى نعمل كروس سكشن ايمدجينج. اللي بيحصل احنا بناخد الجامع كاميرا بتاعتنا ونعمل بيها بقى كزا بروجيكشن. يعني ناخد بيها كزا بروجيكشن زي ما كنا بنعمل في الايه? زي ما كنا بنعمل في السي تي. يعني نخليها تدور حوالين البيشن كده. وتجلب لنا ما تكليكتك انف دهيته عشان نقدر نعمل او نقدر نريكونسراكشن ايمدج بقى للايه? للجزء اللي هو بيبقى سكان دوت. اوكي? فباسيكي نفس الكونس بتاع التوموجرافي اللي كان موجود في السي تي هو قريب قوي اللي موجود هنا في الاسباكت الحقيقة. الجزء بتاع البيت مختلف شويتين. بس يعني بنسبة الاسباكت على القلب بيبقى الفكرة نفسها مش بعيدة عن الفكرة بتاعت التوموجرافي العادي. طبعا دي احنا مش نكلم فيها في تفاصيل قوي بس يبقى مهم بس ان احنا نبقى عارفين الفكرة بتاعت الاسباكت هي عاملة ازاي. هي مبنية على نفس الجاما كاميرا. يعني نفس الافكار بتاعت الجاما كاميرا. بس اكشوري يعني باكوليكت الديتا بتوموجرافيك يعني اكوزيشن ان انا باخد ملتبول انجلز نفس الحاجة اللي عايز ابوص عليها. يعني هلف الاف في الجاما كاميرا حوالي البيت بحيس اجيب الصورة من انجلز مختلفة. وباخد الديتا دي باع بعد كده بعمل لها توموجرافيك ريكونستراكشن. الحقيقة الكتاب بتاع سميثل وابده كتاب ممتاز جدا الحقيقة بنصح الناس تقرأ منه اكتر شوية. وبانصح برضو عشان الناس تفهم الكونسبس اللي موجودة عندنا سواء جزء بتاع الريديو اكتيفتي او جزء بتاع مثلا ديتايم كوريكشن او الحاجات اللي كلها في بعض البروبلمز اللي انا باقترح ان الناس تحاول فيها عشان تفهم موضوع اكتر شوية.